اجتمع سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية ومعالي السيد شاه محمود قريشي وزير خارجية جمهورية باكستان الاسلامية في اطار الزيارة معاليه الى مملكة البحرين للمشاركة في الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المشاركة البحرينية الباكستانية وخلال الاجتماع رحب سعادة وزير الخارجية بمعالي السيد شاه محمود قريشي منوهن بانعقاد الاجتماع الثاني للجنة الوزارية المشاركة بين البلدين لما من شانه تعميق العلاقات الثنائية التاريخية الوطيدة التي تجمع بينهما وما تمتاز به من نمو وتطور في مختلف المجالات في ظل ما تحظى به من اهتمام ورعاية من قبل قيادتي البلدين الشقيقين مستعرضا الجهود المبدولة لتنمية التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستويات أشمل بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين مؤكدا أهمية تكثيف التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين من جانبه عرب معالي السيد شاه محمود قريشي عن سعادته بزيارة البحرين لترأس وفد بلاده إلى اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة مؤكدا حرص جمهورية باكستان على تعزيز أطر التعاون الثنائي مع البحرين في العديد من المجالات والدفع بها إلى فاق أوسع معبرا عن اعتزازه وتقديره لمسار العلاقات القائمة بين البلدين معبرا عن اعتزازه وتقديره لمسار العلاقات التي ترتكز على دعائم صلبة من الاحترام والتقدير المتبادل متمن أن دور البحرين المهم والحيوي في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة متمنيا للبحرين دوام الرفعة والزهار اشتركوا في القناة